لما بيتم تحديه على اللقب من طرف فيكتور دراجو ابن ايفان دراجو المهاجم السوفيتي لجم فريق سيسكا موسكو احداث فيلم كريد 2 بتحكي عن اللي بيحصل لأدونس كريد بعد نجاحه في الفوز بلقب بطل العالم في الملاكمة للوزن التقيل حياته بتبقى في أفضل حال سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الشخصي لغاية لما بتحصل مفاجأة لما بيتم تحديه على اللقب من طرف فيكتور دراجو ابن ايفان دراجو الملاكم السوفيتي اللي قتل أبولو كريد أبو أدونس أدونس بيقبل التحدي على الرغم من اعتراضات أمه وصحبته بيانكا ومدربه راكي فيكتور تم تدريبه على يد أبوه عشان يبقى آلة قتل على أمل انه يستعد له كرمته اللي أخضرها منه راكي في موسكو بينما على الجانب الآخر أدونس بيعيش حالة تقلق ريادي وحالة غضب كذلك مدفوعة برغبته في الانتقام فيترى ايه اللي حيحصل كريد تو هو الجزء الثاني من فيلم كريد أفضل أفلام 2015 وتاني أفضل فيلم في سلسلة أفلام راكي في تقديري الشخصي كريد كان فيلم عاطفي جدا ومتميز جدا على مستوى الأداء التمثيلي ومليان لحظات ساحرة من أول مشهد لآخر مشهد أنا عن نفسي ما كنتش مستني نفس مستوى التميز في كريد تو خصوصا بعد التغيير اللي حصل على كرسي المخرج رايان كوجلر اللي أخرج الجزء الأول وانطلق منه عشان يحطم عدد كبير من الأرقام القياسية ببلاك بانتر مرجعش للجزء الثاني وتم استبداله بستيفن كيبل جونيور في تاني تجاربه أروائية طويلة بس للأمانة مش ده أهم سبب خلاني مش مستني حاجات كتير من الفيلم ده أهم سبب هو موضوعه حبكة الفيلم معتمدة بشكل كبير على أحداث الجزء الرابع في سلسلة أفلام راكي اللي هو في تقديري أسوأ فيلم في السلسلة كلها كان فيلم مسيس جدا ونقل كل القصص المحتملة في حياة بطلنا المترصخ ده لقائمة سطحية جدا من ماذا لو ماذا لو روكي لكن بطل روسي ماذا لو روكي لكن البطل اللي هو شخصيا كان بيدربه في الشارع ماذا لو روكي بقى عنده خمسين سنة وبيلاكم بطل العالم ماذا لو روكي بيلاكم أسد هو طبعا الفيلم ده متعملش بس ماذا لو ودلوقتي بعد ما فيلم كريد نجح بمعجزة في زرع جدور درامية جديدة تسمح بإعادة إحياء منعشة فيها مكان لروكي نفسه هل دلوقتي الأنسب إننا ننط كل الانتصارات والانكسارات الممكنة في ملحمة جديدة ونروح لروكي أربعة لإن كريد طول الأسف ما هو اللي حالة جديدة من حالات الماذا لو هو بكل تأكيد مش بالزبط زي روكي أربعة ولكنه عامل زي رحلة روكي نفسه مليان انتصارات وانكسارات قصتنا بتبتدي بشكل كويس جدا وبتختار طريق الاستمرارية كل قصة رئيسية وكل قصة فرعية اتحكت في الجزء الأول تم استكمالها في الجزء ده وده كان قرار رائع في رأيي بس مع ظهور فيكتر وإيفان دراجو الفيلم فجأة اتقسم نصين نص كان جيد جدا ونص تاني كان متوقع وممل جدا النص الجيد كان كل ما هو متعلق بآل دراجو وآل دراجو ده غير كالدروجو عشان اللي اخبطة بس يعني ماذا لو روكي بي لكن كالدروجو ما علينا المهم يعني ان في الشق ده اخيرا بنشوف روكي عمل ايه في حياة ايفان لما كسبه من 33 سنة وازاي تراكمات وعواقب السنين دي شكلت علاقته بابنه اما النص المتوقع فكان كل ما هو متعلق بأضانس وروكي لا بجد يا جماعة تخيلوا كده ما بينكم وبين نفسكم ايه اللي ممكن يحصل في الخط ده وهو ده بالزبط اللي حصل يمكن بشكل سطحي اكتر من اللي ممكن تتخيلوه كمان الاخراج كان عظيم والاداء التمثيلي كان جيد بس كل ده ما ساعتش دي اكتر احداث كان فيها تشابه مع روكي اربعة ازاي كانت ممكن تطلع حلوة لحسن الحظ الفصل ده ما طولش اكتر من اللازم والحسن الحظ الفصل اللي بعده كان منعش جدا ويمكن تصنيفه تحت قائمة الانتصارات لان هنا انا بشوف اضانس ما شفتوش قبل كده وما كنتش متوقع اشوفه هنا الاداء التمثيلي بقى لامع فعلا وهنا لغة المخرج بقت مليانة معاني مقدرش اقول ان اي عنصر من الفيلم الاول تفوق على نفسه في اي لحظة في الفيلم ده الا اداء مايكل بي جوردن في الفصل ده خصوصا ان في الفصل ده كيبل جونيور بيختار انه يديله مساحة تعبير اكتر ومساحة كلام اقل ودي ماكنتش افضل حاجة عملها في الفيلم كمخرج هو الحقيقة ابدع في التجربة البصرية بشكل عام نصيحة يا جماعة انا عارف ان الفيلم ممكن مايشجعكوش انكم تشوفوه مرة تانية فارجوكم ركزوا ركزوا ازاي كدرات الفيلم بتنقل رسائل كتير بالذات لما بتكون مكوناتها قليلة هي واضحة ومش معقدة ولكنها فعالة ومؤثرة جدا بس ممكن يبقى صعب نلاحظها خصوصا لو الاحداث اللي على الشاشة متوقعة ومملة زي اخر فصلين في الفيلم واللي انا متأكد ان حضراتكم ممكن تتوقعوهم بنتايجهم حتى من غير التلميحات اللي انا قلتها عن بناء السيناريو الحالة الوحيدة اللي الفيلم ده ممكن يفاجئكم فيها هي انكم تتصوروا انه اذكى من اللازم كريد تو فيلم متواضع زي ما انا كنت خايف ولكن مش للأسباب اللي انا كنت متوقعها الاداء التمثيلي مقبول بشكل عام باستثناء بعض اللحظات من مايكل بي جوردن ومن سلفستر ستلون حقيقي كانت متميزة وباستثناء اكبر لتاسا تومسون لانها بشكل عام كانت رائعة الفيلم عانى من استسلامه لكل ما هو متوقع بدون اي محاولات جادة لتنشيط المشاهد المكررة زي مشاهد التدريبات ومشاهد الماتشات اللي ما كانش فيها اي شيء جديد او مثير للاهتمام سواء على المستوى الدرامي او على المستوى الفني ده واحد من افلام روكي اللي بوصل فيه للماتش الكبير وانا حقيقي مش مهتمة هيخلص على ايه ومع ذلك اغلب تحولات الدراما جيدة جدا خصوصا زي ما قلت على الجانب الروسي تقييمي لفيلم كريد تو هو 7 من 10 وامالي بالنسبة لكريد 3 متوقفة بالكامل على ما اذا كان حيبقى عندهم قصة فعلا يحكوها فيه ولا حيبقى مجرد فصل جديد من فصول الماذة لو او ما يعملهوش خالص وده ممكن يبقى الاختيار الافضل مناقشة الحلقة ما هو فيلمكم المفضل في سلسلة افلام روكي مع استبعاد الجزء الاول من روكي والجزء الاول من كريد عشان نخلي الموضوع مسللي اكتر جاريت تساهموا برأيكم في الكومنز جاريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز والحلقة الجاية مراجعة اكوامان وبي باي